ترأس اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف أعمال الورشة الوطنية للتقييم الفني للخطة الوطنية للتنمية الثروة الحيوانية الورشة تم تنظيمها من قبل برنامج الأمم المتحدة للأغذية وزرع الفاو بالتنسيق مع الوزارة مونة حسن سكايا تمهيد الطريق للوصول بكل سهولة إلى رؤية 17-21-2000 أي التنمية الرعوية المنشودة والإنتاج الحيواني كان هو الهدف من هذه الورشة التي جاء لتقييم الفني للخطة الوطنية للتنمية الثروة الحيوانية جاءت هذه البادرة من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالتنسيق مع الوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في كلمته بهذه المناسبة ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة محمد منصور أكد وقوف المنظمة مع الحكومة الشادية وشركائها الفنيين لمواجهة التحديات من أجل وجود آلية للإدارة المستدامة للقطاع الثروة الحيوانية في البلاد أما وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني محمد النظيف يوسف فقد أشار إلى أهمية هذه الورشة هذه الورشة سبقت النوقشة في إدة لقاءات 22 ورشة تمت المناقشة جمعت أكثر من 50 مشارك من بعض العقاليم ولسيما المندوبيات وممثلي المنظمات المهنية وكذلك المجتمع المدني شارك في الإضافة الجديدة لهذه الخطة لا شك أن وزارة الثروة الحيوانية عندما تمتلك هذه المادة يكون عندنا الطريق واضح إلى الأمام ماذا نفعل خلال الخمس سنوات القادمة؟ الطريق واضح أمامنا إن شاء الله الوزارة فقط ما عليها إلا التنفيذ وننويه إلى أن مثل هذه الورش تدخل في إطار دعم المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة لضمان إنتاجات الثروة الحيوانية والنظمة الرعوية والزراعية وتعزيز القدرات التنظيمية في مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان شهد اليوم وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية سيد جمر السليك اليوم الإخبار حول القانون الرقم 16 القاضي بالبذور وخطة الأصل النباتي والنصوص التنظيمية المناسبة جرد بالمتحف الوطني بحضور مدير منظمة التعاون السويسري محمد السليك غلام وقرأت أدم حسن المقام في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ومنظمة التعاون السويسري جاء التنظيم هذا اليوم الإخباري حول القانون الرقم 16 القاضي بالبذور وخطة الأصل النباتي والنصوص التنظيمية في الكلمة الافتتاحية التي قدمها مدير التعاون السويسري جان ميشيل إيماء قال بأن العمل في جانب الشتلات هو حديث العهد للمزارعين في تشد لذا يتوجب على كل الجهات الداعمة لهذا المشروع بزر المزيد من الجهد في الجانب التوعوي حتى يتسنى للمزارعين تشدين الاستفادة من هذا المشروع الزراعي وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية أشار في حديثه إلى أهمية هذا اليوم الأخباري لازم نوعي الناس يكونوا مصلعاتهم بهم بدلاً ما يشتغلوا بالبذورة العادية المتعاودة عنها البذورة المتحسنة والبتم تجيسها من قبل المؤسسات التابعة للدولة والمتعوة من قبل أصدقائنا من مختلف الجهاد التي تطعمنا فأحسن يرجعوا للبذورة عشان يقدروا يحسنوا من إنتاجهم وعليه فإن تنظيم هذا اليوم الإخباري والتوعوي يساعد في تحقيق أهداف الوزراء الرامية إلى تنمية العالم الريفي